اشتركوا في القناة قبل اي بقعة على المعمور قدم الالاف من شباب الوطن ارواحهم من اجل هذا الحلم وقدمنا للعالم باسره نموزجا للتغيير السلمي بازاحة ديكتاتور تحك مدون شرعية شعبية في حكمه فال الى حفنة من المفسدين تقسم على نفسها خيراته وتترك للشعب المصري العظيم امراضا وفقرا وقمعا وقاءا وطن تراجع فيه الانسان المصري وتراجع معه الوطن الى مدارك البلدان الفاشلة ان ثورة يناير تمثل بالنسبة الينا واسطة العقب لنضال قوى الشعب المصري العظيم حتى اذا جاء الانحراف عن مزارعه فيما يشبه مخططا مرسوما شاركت فيه قوى وجماعات بقصد او بدون قصد فكانت الموجة التصحية في 30 يوليو 2012 محاولة لاستكمال الحلم ثم آلت الاوضاع الى ما آلت اليه من ضرورة الامحياز الى ثورة يناير وشعاراتها واحلامها الى معادات لهذه الثورة ومحاولة نسبتها الى طرف واحد كان دوره مقرد الالتحاق بها واستعادت شبكة الفساد التي تربت وترعرعت في عهد مبارك وجمعت الاموال من سروات الشعب المصري قوتها ووظفت طاقتها للنيل من الثورة العظيمة وسكت مصطلحات وسوقتها بكل ما تملك من وسائل اعلان في وسائل اعلان في سياق تعدى الكذب الى الافتراء ثم الى الفجور وتناغمت السلطة على ما بينها من تنوع وظيفي وكأنها رجع صدر لهذه الدعوات فتم شرعانة قوانين تكبل حريات التعبير ويضرت ما حصلت عليه يناير وسبب رئيسي لوجود هذه السلطة وصدرت اوامر ضبط وقبض ومحاكمات بدى من قسوتها ان العدالة اصبح لها دور اخر غير اقرار العدل وهو اقرار الانتقام وترجمة الكراعية فبات عدد من شباب وشبات هذه الثورة خلف القبان يدفعون سمن سلمية وتحضر ثورة يناير وبدت قطاعات الثورة المختلفة ممزقة لاختلاف جدول اعمالها والبعد عن ادفاع عن ثورة يناير الى البحث عن شرعيات اخرى مما جعل قوى الثورة المضادة اكثر تغولا وافتح قمعا كان حصاظه مزيدا من الشهداء ومزيد من الدماء في كافة ربوع مصر ولم يعد الدم قاصدا على ميدان التحليل وما حوله كما كان في يناير فوصل الى رابعة العدوية والى النهضة وسناء وواحة الفرفرة يصفع وجوه الجميع ان الدم اصبح علامة هنا وواقع هنا لا يفرق بين من خرج مطالما بحقوق تزورها او خرج مدافعا عن واجبات للامنة والدفاع اننا في حركة صحوة وقد اكتوينا بتجربة الحلم والكابوس معا نحاول معكم وبجانبكم وخلفكم ان نكون جسرا لكل قوى الثورة دون استثناء او اقصاء على مآيب وشعارات ثورة يناير في العيش والحرية والكرامة الانزانية لا يمكن ان تحققه سوى نزم حكم مدنية تعرف فيه كل سلطة حدودها ووظيفتها دون تجاوز او تغول تسود فيه رأيات العزة المفحمة بالكرامة والحرية اننا نمد ايدينا الى الجميع ونعتصم بنقائجين قادر على تقديم صفوف تلو صفوف لتحقيق نصر المؤذر لن يصنعه غير توافق كامل وجدوى الاعمال يحمل هدفا واحدا ووحيدا وهو اعادة مصار ياناير الى طريق الطبيعي بقيادة الطليعة التي خرجت صبيحة 25 ناية ونحيي كل القابضين على الجمر والباقين هنا في معسكر الثورة ناجين من دعوات الكراية والتحريض والتسويق للامن والقم على حساب الحرية والكرامة مدركين ان الاوطان الحرة هي القادرة وحدها للدفاع في مواجهة كافة الاخطار والتحديات لان الاوطان التي لا تنعم شعوبها بالخرية ابوابها مشرعة لكافة الاخطار ومعما كان حجم الردة عن ثورة ياناير الان فانها منتصرة بوعي شباب مصر وشعب يتطلع وتاريخ تتحرك في مصبه عشت معاشة الثورة حركة صحوة 7 ستمبر 2014 نقابة الصعفية شكرا